اشتركوا في القناة احد يقرأ عليه الا بعد تمحيص فقرأت عليه انا في المقارئ اذهب اليه يعني ابحث عنه في مساجد القاهرة كان لي مساجد معينة يقرأ فيها فكنت اذهب اليه في حي الامام الشافعي له يوم يقرأ في حي المهندسين اليوم يقرأ وهكذا الشيخ عامل اثمان كان يعني من القراء من العلماء القراءات كان قوي في الحفظ وشخصته قوية فكان يوم انا قرأت عليه كان مفتش للمقارئ ثم عين شيخا للمقارئ وجلس مده وكان يعني رئيس لجنة المصحف ولجنة المصاحف وهو الذي يختبر القراء في طبعا القراء الذين يعينهم الأزهر او يقرأون في الإذاعة فكان هو الذي يختبرهم الشيخ وآته هنا هو في الجمع المدينة لطباعة المصحف توفي هنا في المدينة غفر الله له توفي عامل 14 وثمانية نعم ومن الغرائب سبحان الله كان يختم القرآن هو دائما يختم ويمكن كان يعني أثر عنه أنه كان يقرأ في الليلة يمكن يقرأ خمس أجزاء وأربع أجزاء وثلاث أجزاء يقوم بها الليل غفر الله له قبل أن يموت حدثني شيخ إبراهيم من أحد شيخنا الشيخ إبراهيم عبد الرازق أن الشيخ عامل عثمان جاءت غيبوبة فلما فقم الغيبوبة قرأ القرآن ثلاث أيام ثم ذهب في الغيبوبة نعم ومات بعدها غفر الله